المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم من ري بي ام الفضائية المستقلة وأقدم لكم التقرير الإخباري لهذا الأسبوع أبدأه بالعناوين الفنان الكبير الموسيقار عثمان عبد الرحيم في ذمة الله أبعد من الاقتصاد الصين التي تملأ الفراغ الغربي في إفريقيا وتأثير حرب غزة على النفوذ الإسرائيلي في إفريقيا أيها السادة والسيدات كانت تلكم معناوين التقرير الإخباري من ري بي ام الفضائية المستقلة يقرأ عليكم تفاصيل التقرير محدثكم أحمد شريف توفي يوم السبت السابع من سبتمبر الجاري عشرون أربع وعشرون الفنان المخضرم والشاعر والموسيقار الأستاذ عثمان عبد الرحيم بمملكة السويد بمدينة ستوكهولم عن عمر ناهز السادسة والسبعين عاما ولد الفنان الموسيقار الأستاذ عثمان عبد الرحيم بمدينة مصوع عام 1948 حيث انتقل منها في عمر مبكر إلى العاصمة أسمراء ويعتبر الفنان عثمان من أسرة مشهورة عرفت بالدين والتجارة درس عثمان في باكورة عمره القرآن الكريم ثم انتقل بعد ذلك إلى مدرسة الجالية العربية ويعتبر عثمان أصغر الفنانين الذين سطع نجمهم ولم يصل عمره بعد الرابعة عشر من العمر أعرفه جمهور إيرتريا وإيثيوبيا والسودان ودول الجوار فنانا واعدا منذ العام أربعة وستين رغم أنه بدأ حياته الفنية قبل ذلك أي ذلك العام بسنوات عدة ومنذ العام أربعة وستين وحتى تاريخ وفاته ظل نجمه ساطعا متألقا قدم عثمان أكثر من سبعين عملا فنيا معظمها كانت بلغة التجرينيا وعددا لا بأس به باللغة العربية لكن أغنياته العربية وأناشيده وغيرها كانت من أقوى الأعمال الفنية العربية في الخارطة الفنية الإيرترية كما تغنى الفنان عثمان باللغتين التجريت والساهو رحل الفنان عثمان عبد الرحيم وترك إرثا خالدا له الرحمة والمغفرة باسم المشاهدين في ري بي ام نعزي أسرته الكبيرة والصغيرة ونسأل الله أي يتقبله قبولا حسنا ويتجاوز عن سيئاته مشاهدي الكرام نعيدكم بأن نقدم لكم ملفا كاملا عن الفنان عثمان عبد الرحيم في برامجنا القادمة هذه ري بي ام ومنها تتابعون التقرير الإخباري كان الرئيس الصيني شي جان بان أقل تحفظا أمام زعماء نحو خمسين دولة إفريقية خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين حين قال في خطابه إن عملية التحديث التي يقودها الغرب في إفريقيا تسببت في معاناة كبيرة لشعوب المنطقة اعتذلك في وقت تزداد فيه المخاوف الأمريكية والغربية أيضا من هذا الغزو الصيني الناعم للقارة الإفريقية التي كانت معقلا تقليديا لنفوذه يضيف الرئيس الصيني في المنتدى الذي اختتم في السادس من سبتمبر أيلول عشرون أربع عشرون متطرقا إلى أحد أبرز أسباب التقارب الصيني الأفريقي حيث قال بدءا من منتصف القرن العشرين حربت الصين والدول الإفريقية معا ضد الإمبريالية والاستعمار ويجب علينا أن نواصل طريق التحديث والنمو معا جاء خطاب شي جين بينغ مختلفا فقد دأبت الصين غالبا إلى التأكيد أن شراكتها لا تستهدف أي طرف ثالث في إشارة إلى أن الغرب نفسه المستعمر أو الحليف التقليدي السابق لمعظم البلدان الإفريقية لكن اطمئنان شيء إلى رسوخ علاقات الصين الإفريقية وإلى تنامي قوة بلاده خصوصا تغير نظرة إفريقيا للغرب جعلته يصرح بما كان سابقا يخفيه بمنطقة الصبر الإستراتيجي وطوال النفس الصيني المعهود في الأخير سعيا للتمدد لمجابهة التطويق والوجود لمنافسة الخصوم ركزت السياسة الخارجية الإسرائيلية طيلة العقدين الماضيين على القارة الإفريقية وأبرمت شراكات اقتصادية وأمنية مع العديد من الأنظمة لكسب أصواتها وتأييدها داخل الهيئات الأممية حسب ما يقول مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية في دراسة موسعة عن الموضوع لكن مجزرة المستشفى المعمداني التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في قطاع غزة في السابع عشر من أكتوبر تشرين الأول عشرون ثلاثة عشرون شكلت نقطة تحول في المواقف الإفريقية إذ تزايدت الجبهة الداعمة للقضية الفلسطينية على حساب الكيان الإسرائيلي وقد ألقت الحرب الجارية على غزة بظلالها على العلاقات بين إفريقيا وإسرائيل وزادت من الأصوات المناهضة لوجودها في القارة ويقول مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية إنه لسنوات عديدة أظلت العلاقات الإفريقية الإسرائيلية مرهونة بالقضية الفلسطينية وكانت المواقف الإفريقية إذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تدور في فلك العلاقات العربية الإسرائيلية وبحكم التشابه في مسارات التحرر الوطني من الاستعمار كانت المواقف الإفريقية مساندة لقضية فلسطين لكن ذلك التأييد تراجع مع اتفاقية كام ديفيد عام 1978 واتفاق أوسلو عام 1994 والتطبيع عفوا العربي الإسرائيلي وتزامنت زيارة السياسي الإسرائيلي الثانية لإفريقيا أي ليبرمان عام 2014 مع تأسيس اللوب الإفريقي داخل الكنيسة للعمل من أجل تنشيط العلاقات مع الحكومات الإفريقية لاستمالتها من أجل التصوير والتصويت داخل المنظومة الدولية أيها سيدات من ري بي ام الفضائية المستقلة قدمت لكم التقرير الإخباري لهذا الأسبوع تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر